السلام عليكم و مرحبا بكم في صفا جديدة من قناة ماريا كويزين اليوم ان شاء الله راح نديروا حلوة المنقوشة بعجينة الياوغت بدون بيض و راح نديروا داخل حشو جوز الهند المحمص و الكوكاو يعني واحد المزيج بزف هايل نبدأ و بسم الله عندي اللي هنا باطاة الياوغت اي دوق تحبوه انا اللي هنا استعملتها البانان و من الاحسن استعملوه تعال القارس راح يجي روعة و لها نواة كوكو المهم الدوق اللي تحبوه نديره و لوش عندكم في الدار اخدمو راح ندير باطاة واحدة كما راكم تشوفو في نفس الباطا راح ندوب المارغارين و نخليها تبرد و راح نعمر زوج بايض تاع المارغارين يعني ندوب المارغارين نخليها تبرد و راح نضيفها على الياوغت راح ندير 2 علب بهذا الشكل و نزيد نضيف عليهم قرصة تاع الملح هذا وش فيها هذا العجينة يعني ما كش اسهل منها و بزف مليحة في الخدمة ما فيها بيض ما فيها خميرة ما فيها والو يعني اي مبتدئة راح تنجح فيها و كما نقولوا تمشيها كما تحب ما تتقطع ما تتخسر ما يسرى لها والو نخلط هاد المكوينين مليح حتى ندخلوها كلياوغت مع هذيك المارغارين في هذه المرحلة راح نبدأ نضيف الفارينة من الأحسن فارينة تغربلوها حكا باش تضمنوا بلي الحلوة تاعكم جي خفيفة ندخل الكاس الاول بالنسبة لسعة الكاس انا استعملت 240 ميلي لتر راح نزيد نعمر الكاس الثاني نضيف ودفها واحدة كما راكوا تشوفوا و بالنسبة للكاس الثالث راح نضيفه تدريجيا و هاد العجينة يعني ما تمدلكمش كمية كبيرة كبيرة انا مدتلي حوالي 22 حبه وليتحب تدير كمية كبيرة تضعها في المقادر هاده هو القاوة متاحة شوفوه لازم تكون شوية طرية متيبسوهاش و بالنسبة للفارينة الكاس الثالث خضيت منه شوية حوالي 4 كاس حكاك و انتوما لحسب نوعية الفارينة انا هاد النوعية تعالفارينة تشرب بكمية كبيرة نجي اللي احنا بالنسبة للحشو عندي اللي احنا نصف كاس نواد كوكو لجوز الهند محمص يعني شوفو كيجيت حنخدم ملقات وتاعي راح تحمصته في المقلة حتى اخدالي هاد اللون وزدت عليه نصف كاس كوكاو محمص ومطحون وما يكون شخشين والله احنا للحشو انتوما كيما تحبوا تحبوا تديروا كوكاو وحده تحبوا تديروا كوكاو وحده عشاق نواد كوكو وهذا راح يعجبكم سوختوكي حمصنا هادك نواد كوكو ورح وشاخ نديرها هنا راح نطمها بالمعجون يعني علش خيارت لكم هاد هاد طريقة بزاف جوني تعاليق يقولوا لي ما نحبوش المظهر كمان ما في نديروا بالعقدة حلوة المنقوشة كنا نديروها بالعقدة بزاف لي قولوا لي ما نحبوش المظهر حبيت نديرها لكم بهذا الحشو نبقى نضيف لها في المعجون غير بالعقل شوفوا القوامتها كيفاش يأتي شوفوا اللعنة لازم تكون خفيفة تكون شوية متلوقة لا تكون شدة روحة لماذا بعد هادك النواد كوكو يشرب راح تجيكم ناشفة ديروا هاد النقطة فعين الاعتبار لازم تكون كما قولوا جريوها شوية بالمعجون باش من بعدها كيزي تشرب عادي ما يصرى الهاوالو نجيب اللحنة العجينة تاعي ورح ندير نحي كويرات نديرها على شكل كويرات وزن الوحدة انا خدمت 26 قرام 26 قرام جوني لحبات ما شاء الله يعني ما هم كبار بزاف ما راهم صغار وانتو ما كيما تحبو وتقدروا تاني كامل ما توزنوش ديروا عينكم ميزانكم راح تجو يجوك ما شاء الله انا حبيت نوزنهم باش يجو كامل قد بعضاهم نحن كملتهم كامل حطيتهم بجيهة ورح نبدأ نخدم بالوحدة نجي اللحنة نحطها على طاولة العمل ما تلسق ما يسرى لها والو ونجيب الحلال هاكدا نحللها شوية اللحنة ما تديروها رقيقة بزاف ما تخلوها خشينة بزاف وديروها كما نقولوه على شكل طولي بشكل طولي كما راح تشوفوا يعني السورة راح توضح خير ونجيب الحشو التاعي ورح نديروه الداخل اللحنة ملاحظة اذا اشتوها باللي الحشو تاعكم نشف زيدوه المعجون يعني ما تديروه ناشف فاسكو قلت لكم باللي نواد كوكو ولكاو كاو يشربو كمية مليحام سوائل ونجيب اللحنة نغلقوا مليح لازم تغلقوا مليح بها الطريقة كما راكو شوفوا غلقوا مليح بيش ما يتحلوا لكمش هاكدا بهذا الشكل ورح نجيب اللحنة النقاش انا كان عندي هاداك النقاش الصغير و الكامل اذا انتم ما عندكم النقاش الكبير راح يكون احسن في هاد الحلوه ورح نجي ندير يعني ننقش عادي كما ننقش اي حلوه وهاد العجينات تساعد بزف كي تكونوا تنقشوا فيها ما تتخسل ما تتقطع موالو وشوفوا الهنا وين تخلاص الخط الأولاني نبدأ فيه النقاش بالنسبة للخط الثاني شوفوا هادي طريقة الاولى بش يجوكم بزف يعني خطوط بزف طريقة جد بسيطة سهلة وقتلكم العجينات تساعدكم بزف وحشو و هذا هو الشكل يعني الشكل تاع الحبه يجي ما شاء الله نزيد نخدم معاكم حبه وحد اخرى بزف سهلين تمتم توجدوهم مما كي تكونوا تنقشوا فيهم يشدوش كامل الوقت نضيف كمية تاع الحشو ونجي الهنا نغلق نضيف ونجي الهنا نغلق و هذا هو شكل تاع الحبه تانيه و هذا هو شكل تاع الحبه تانيه اشتركوا بالنسبة للأخرين ننقشهم حقا بعد بيناتهم حكا بشتمتم نكمل وانتو ما خيروا واش تحبوا انا اللي اكملتهم كامل درتهم في بلاتو فرشت عليهم بابي كويس من ايدك البلاتو تعكم مي للسقش ما تفرشوا ما والو ما رحش يلسقوا وفي هاد المرحلة نكون شعات الكويزيني يختاعي على 180 درجة قبل ما نحطهم حوالي بنص ساعة نحطهم كي نشوفهم تحمروا لي ملتحت لا تنزيل نشعلهم من فوق غير قسمة ياخدوا هكذا تحميرها خفيفة وراح نطفي عليهم واللي احنا راهم طابوا شوفوا دولي لون بزيف شباب وتقدروا اللي احنا متحمروا مش كامل بزيف كي ما تحبوا ونجي الهنا عندي الهنا العسيلة كنت خفيفتها بشوية تعلمة لانا قلت لكم حش نستعمل كامل المظهر ولي حبي يدل المظهر يدل المظهر ندل حلوة تاعي الداخل لازم تكون خفيفة مديروها شتقي لها ديك العسيلة واللي هنا ملاحظة لما تحبش تعسلها وش تدير فلابات تزيد زوج مغارف كبار تعسكر ناعم ومتعسلهاش تاني كما تعسلوها تجي بزيف هايلة انا اللي هنا عسلتها نعسل بشوية حتى نكمل كامل كمية اللي عندي ناعم كوكاو محمص ومطحون وكينة فو بيستاش ونكملهم كامل ونطلقوا في صحن التقديم وهذا هو شكل نهائي لوصفة اليوم اللي هي حلوة المنقوشة بعجينة اليا واختو بحشو الجوز الهند المحمص جاءت ما شاء الله شوفوا الشكل تحيجي بزيف شباب الماداق تحيجي هاي سوختولي ميحبوش المظهر ميحبوش العقدة داخل الحلوة هادي لكم يعني هذيك القروسية المعجون تمدلها ماداق بزيف هايل شوفوا طيب حمي مراطب هايلة نجيل احنا نقسمها لكم لابات التحجي شوية مقرمي شامي كشغول خفيفة ميشي هذيك يا بسا لا لا الحشو الداخل يجي مع السل يجي بزيف بنين شوفوا وفي الاخر معليا غير نقول لكم شكرا على المشاهدة الى وصفة لاحقة ان شاء الله السلام شكرا على المشاهدة شكرا على المشاهدة شكرا على المشاهدة شكرا على المشاهدة